مرسوم الصفقات العمومية كنا توقفنا في الحصة الفاسس في الجزء الثاني في صفقة الأشغال كيف تستفيدين ومعنى صفقة الأشغال صفقة الأشغال هي صفقة تهديف إلى تنفيذ أشغال مرتبطة على وجه الخصوص ببناء بناية أو منشأة أو بإعادة بنائها أو بهدمية أو بإصلاحها صفقة الأشغال هو أنني سأبني لدي أشغال قطع في المتنافسين سوف نرى أشغال يتنافسون ويأخذون هذه الصفقة التي سيبني بها مثلاً أشغال قطع ندل بناء مراكب ثقافي مثلاً مركز سينمائي مثلاً سوء الملعب فهنا كندير واحد لابيدوف باش نشوه شخناهما الناس اللي غير يكونوا مهتمين بهذه الصفقة اولا الهدم ديال واحد المؤسسة مثلا عندي واحد البناية بغير ندير هدم ديالها فيمكن لي يعود ثاني ندير صفقة ديال اشغال متعلقة بالهدم او الاصلاح ديال واحد البناية مثلا عندي واحد المستشفى بغير ندير اعادة ترميم دياله كي نعود ثاني تهيئة او صيانة وكذا اعادة تشجير او بتهيئة مساحة الخطرة يعني يقدر مثلا تكون واحد جمهة عندها واحد مساحة الخطرة ما يمكن لها شخصيا تدير لها مثلا تهيئة او تبقى تدير لها لانتخطيان فهنا كندير واحد لابيدوف باش نشوه شخصا او هدوك الانتخطرنر اللي عبعدهم الإمكاني ان يجيروا ويديروا لي التهيئة ديال هدوك المساحة الخطرة يعني يديروا لانتخطيان ديالها سوى ده حاصل منسوية او لا ده كل شك سمان اكس ادع صفقة الاشغال فيها البناية او الهدل او الاصلاح او التجديد ديال البنايات فيها كذلك اعادة تشجير او تهيئة مساحة الخطرة او فاكين عديد ديال المثال ديال الاسئزمبل متعلقة بهذه الصفقة الاشغال والاشغال يشوفوا بيانسور في السيانس برشاة صفقة التوريدات كل صفقة ترمي الى اقتناء منتجات او معدات او ايجارها مع وجود خيار الشراء يعني صفقة التوريدات مثلا انا محتاج الواحد لبيرو للمؤسسة ديالي فانا كندير واحد صفقة باش وكندير واحد الابيردوف باش نشوف شونا ما هذوك الناس اللي غريعوني هذوك الالبخي و هذوك الكريتير اللي انا موالميني مع لدي له فعب الكريتير يوم الإقتناء منتجات او معدة او ايجاريها من خيار الشراء مثلا نطلب قصر حتى البداية اللي سعتدي مشيش لوك بسيار لا يوجد إمكاني أن أشريه في الدايب سوف أخبره فقط الإيجاب مع وجود خيار شيراً مثلاً من الواحد عشر سنين في هذه المدة نستطيع أن أشري هذه المطرية ويمكن أن تتضمن هذه الصفقة عند الاقتداء أو بصورة ثانوية أشغال الوضع والتركيب ضروري لإيجاز العمل نحن نعرف أن التركيب والوضع نحن نتعلق بصفقة الأشغال فهنا يمكن أن يكونوا داخلين فيها التركيب وأشغال الوضع مثلاً سوف أحضر بسر سوف أحضر بيرو سوف أحضر بشيء مثلاً تركيب في المؤسسات مثلاً سوف أحضر بيرو مثلاً سوف أحضر بمكاتب نركبهم في المكاتب فهنا أشغال الوضع في هذه المكاتب سوف تكون داخلها في صفقة التوريدات يعني لا تكون صفقة بحث لدينا صفقة خدمات كل صفقة ترمي إلى اقتناء منتوجات أو معدات أو كل صفقة يكون مدعوة إنجاز أعمال خدماتية لا يمكن أن يوصفها بأشغال أو توريدات يعني كل صفقة لا يمكن أن تكون داخلها في أشغال أو توريدات مثلاً نعطي مثلاً 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 نحن نعطي مثلاً تقديمي عرضه إلى صحيح المشروع نعرف أن عندما نقدم عرض صحيح المشروع نجد أن نعطي مثلاً ستطوري ما هي الصفقات التي أدري أن أخذت فيها والتي تعلقين بالنفس الموضوع مثلاً 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 نجد أن نقدم صفقات تعلق دائماً في خطر توجد الأعمال سواء تكون أشغال توريدات أو خدمات ما أيضاً شمع أشغال توريدات معنى انتشغال ما أيضاً سواء صاحب الأعمال هو مقاوض أو المورد يقوم بهذا العمل إذا كانت أشغال فهو سيكون مقاوض إذا كانت الخدمات فهو سيكون خدمات صاحب الصفقة هو نائل الصفقة ناقل الصفقة هو الشخص الذي لم يتم تبلغه بالصفقة بعد هو المتنافس الذي لم يتم تبلغه بالصفقة بعد هذا ما بقى غير نائل الصفقة ولا صاحب الصفقة لماذا؟ حيث تم تبلغه المصادقة على الصفقة في الأول يكون متنافس في الثاني حاجة يكون نائل الصفقة ولكن لم يتم تبلغه بالقصد المصادقة على الصفقة من كي صادق لصاحب الصفقة فنائل الصفقة هو الذي تم تبلغه أو صاحب الصفقة هو نائل الصفقة الذي تم تبلغه المصادقة على الصفقة